موسيقى ما عنده رد فعل على برنامج اذا عنده مقترح اذا عنده ملاحظة اذا عنده نقض في مرحبا بي احنا نسمع كل ردود الفعل وندرسوها نجاوب عليها زادا في طريقة التواصل يمكن مراسلتنا على بريدنا العادي الموجود على موقع متاعنا راديو اكسبريس افين بون كوم زادا على الميل الموافق العالمي على الميل على المصدع الصوتي سبعين سفر احداش خمسمائة وخمسة وخمسين كما يمكن الاتصال بالموافق العالمي على الرقم اربعة وتسعين سفر خمسة وخمسين ميتين واثنين نهار الاثنين من كل اسبوع من تسعة متع صباح حتى النص النهار اهم ما اه ورد على الموافق الاعلامي من تعليق وملاحظات خلال الاسبوع الماضي عبر شبكات التواصل الاجتماعي الفيسبوك نبدأ بالتعليق الاول والنقطة الاولى ماجل بالعباس تابعة لولاية الجسرين كان هذا تعليق المسلم مع مهران الخضراوي على اخبار انشرناه نهار واحد فيبري الفين واربعة وعشرين يتعلق بزيارة رئيس الجمهورية يوم واحد ثلاثين جونفل الفين واربعة وعشرين ولاية الجسرين ولاية جفصة احمل العنوان التالي سعيد يزور ولاية جفصة بي نوضحه المسألة هي ان احنا اكتبنا على مستوى عنوان الخبر انه سيد الرئيس الجمهورية زار ولاية جفصة وهو يقول ماجل بالعباس هي رأي تابعة ولاية الجسرين بي نحب ناكد هنا على مسألة هو على حق ولكن احنا كذلك على حق لان السيد الرئيس زار الولايتين في نفس الوقت زار جفصة والجسرين ولعله كان علينا على مستوى عنوان الخبر الاشارة الى زيارته الى الولايتين معا وعدم الاكتفاء بذكر ولاية واحدة كما فعلنا ولاية جفصة نفيد اننا لم نذكر في نص المقال ان ماجل بن عباس موجودة في ولاية جفصة نمشي للتعليق الثاني اه اللي يقول فيه خطأ المحيط ليست سفينة هذي التعليق التالي نفير هي سفينة عبارة اه فريباوت هكذا علق المستمع هشام عز الدين على اخبار نشرناه باللغة الفرنسية يوم ثمانية وعشرين جعام في الفين واربا وعشرين يتعلق بالسفارات الاولى لسفينة المحيط للشركة الجديدة للنقل بقرقنا بينها جزيرة قرقنا واسفاقس هنا كذلك المستمع على حق نحن كذلك على حق لان السفينة المذكورة هذيها لوسيون تسمى سفينة مسافرين نفير اباساجي كما تسمى سفينة عبارة فريباوت او فري وهما وسيلة نقل بحري تستغلان لنقل المسافرين اذا هو صحيح هي فريباوت ولكن هي كذلك نفير اباساجي واحنا ككتبنا نفير مناش غلطين لان التسمية هذي تطلق في اتجاهين اثنين نمشي من النقطة الثالثة وتعليق الثالث اللي هو جاء في كلمة واحدة اللي هو كيفاش هكذا علق المستمع شكري الدناري على اخبار اللي انشأناه يوم تسعة وعشرين جعام في الفين وعشرين دعا فيه من روما الى حل جماعي لمشكل الهجرة الغير النظامية الخبر هو يخص بطبيعة الحال زيارة السيد الرئيس الجمهورية الى روما ومن المواضيع اللي وقعت الطرق اليها هو موضوع الهجرة الجواب هو اننا تطرقنا في مناسبات كثيرة لما دعا اليه رئيس الدولة في خصوص حل مشكلة الهجرة غير النظامية اكان في اخبارنا او في برامجنا الحوارية نريد ان ننوه ان الخبر في حد ذاته تعرض الى جانب هذا هذه الحلول ومن بينها وهي مذكورة منصوص عليها بالاسد ضرورة ان يكون الحل جماعيا وفي اطار تضامني والى ان يكون الحل ان لا يكون لا يكون الحل امنيا هذا ونعيد المستمع الكريم باننا نقلنا المسألة الى فريق الانتاج لذاعتنا التي ستولى المسألة في القريب العاج بان معنا سنعود الى هذا الحدث ونبين ما هي رؤية السيد الرئيس الجمهورية فيما يتعلق بطبيعة الحال حلول الهجرة غير النظامية نمشيوا للنقطة الرابعة والتعليق الرابع اللي يقول فيه المستمع للدراوي الكرينيكور لا يتحدث في كل موضوع هكذا علق المستمع هذا على حديث زميننا مروان العشوري يوم الثلاثين جانب في الفين واربعة وعشرين اللي قال فيه اذا كان نمشينا في تواجه لاتباعة الاوراق النقدية فستكون الكارثة الجواب هو ان السؤال وجيه جدا وان الحديث عن المواضيع بصفة عامة يتطلب معرفة بها ودراية غير ان الموضوع الذي تطرق اليه الزمين العشوري وهي مسألة اتباعة الاوراق النقدية بطبيعة الحال قال ستكون كارثة هو موضوع شأن عام بصفة عامة ويمكن تناوله وتناولناه في ذاعتنا بالتعليق دون عانا نظرا الى ان المساء المتعلقة به تم به الموضوع هذا تم التطرق اليه بكثير من التفاصيل الشيء الذي يمكنه بالطبع كل زملاء من الاخبار اخبار في شأنه هذا ونفيد المستمع اننا قمنا بالاستعانة بخبراء للحديث في هذا الموضوع الذي تناولناه بكثير من العمق نظرا لاهتمامنا واختصاصنا في المسائل الاقتصادية نحب نضيف شيء الزميل العلو ما يعرفش ان الزميل مروي العشوري يحمل تكوينا جامعيا في مجال الاقتصاد وهو ما ييسر معناه يسهل بالنسبة اليه تناول مسائل الاقتصادية كتلك التي تخص تباعة الاوراق النقدية بكل اريحية نمشي للنقطة الخامسة والتعليق الخامسة اللي يترح المستمع الرضا البدوي بسؤال في برنامج زميل وليد برحومة الماكيكس بريس النهار 30 جنفي 2024 المستمع يتسأل ويقول هل لكم ان تسأل وزارة الفلاحة عن موعد تدشين محطة تحليط مياه البحر بي جبس هو الموضوع في حد ذاته لم يقع تطرق اليه في برنامج الزميل وليد برحومة ماجيكس بريس ولكن جواب نحن نقلنا الطلب الى الزميل وليد ولفريق الانتاج ليتولى تعاهد بهذا الطلب في النهاية نريد ان ننوه برسائل الشكر والاستحسان المواجهة الى فريق العمل والزملاء وسيم بالعربي وليد برحومة وعزيز بشترزي على اداهم ونذكر دوما على ان الرسائل هذه نعتبرها مواجهة الى كل الفريق العامل بي اذا عدنا من مناشطين صحفيين تقنيين اداريين اللي ساهموا كمجموعة كاملة في العمل اليومي واللي اه نعتبر زيادة الرسائل هذه دعوة الى مزيد العطاء والعمل والمهنية والمسئولية سيموحمد اه جونتاري نذكره كيف العادة بوسائل التواصل اه معنا اه ونذكره زيادة بمهمة وفق العالمي اللي تتمثل في الوساطة بين اداعاتنا وبين المستمعين طرق التواصل اه على الموقع متاعنا على بريدنا العادي اه راديو النجمة زيادة تراسوا تراسوا الموافق الاعلامي على اه الميل ام جونتارا ات اكسبرس افن بوان تين على الموزعة صوتي سبعين سفر احداش خمسمية وخمسة وخمسين كما يمكن الاتصال اه بالموافق الاعلامي اه النهار الاثنين من كل اسبوع من تسعة متاع صباح الى الساعة منتصف النهار على الرقم اربعة وتسعين سفر خمسة وخمسين ميتين واثنين شكرا سيموحمد جونتار شكرا بركة الله فيك احنا ما زلنا مواصلين معكم مراجعين بعد الفاصلة موسيقى